السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير عليكم جميعا ويا رب دايما بخير ايه معنى اني اشوف وضع الرضاعة انه انتي بترضعي او انه فيه حد بيحاول انه يرضع منك او انك بترضعي طفل او بترضعي حتى حد كبير في العمر ايه معناها في الرؤية نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف التأوين اولا جزء الرضاعة لو كان اللي بيقوم بالرضاعة ده طفل يعني شفت ان انتي بترضعي طفلة صغيرة بنوتة وانتي متزوجة ده معناه ايه انت صدقت الرؤية دي فده معناه انه الفترة اللي جاية فترة دخول بشريات سارة عليك الا لو اللبن او الحليب ده فاض يعني شفت انه زيادة جدا اثناء الرضاعة للبنوتة ده معناه انه البشرة اللي جاية خاصة بزيادة رزق طيب لو انا حملة طفلة وبقى اردعها وكنت سعيدة بده مش مجرد رضاعة لا انا بقى اردعها وانا سعيدة او شفت ان انا مبتسمة ده معناه ان في حمل الفترة اللي جاية طيب لو كانت الرضاعة هنا لطفل مولود زكر ولكن هو طبيعي في سن الرضاعة يعني هو جايلي في الرؤية انه في سن الرضاعة وانا بردعه ده هنا معناه ايه ده هنا مش محمود لان هنا ده معناه دخول الانسان في كارب او في ضيق وهم الفترة اللي جاية ده طالما انه شفتي الرضاعة وانه طفل لا كان طفل ليه اسم ولا كان طفل مبتسم ولا انا كنت مبتسمة هي مجرد رضاعة عادية ولكن لمولود زكر ده معناه انه هم وضيق طيب لو كنت انا سعيدة وكانت طفل سمية هنا تكون محمودة هنا تكون بمعنى ايه تكون بمعنى انه في حمل بالفعل الفترة اللي جاية طيب بالنسبة بقى لو شفتي ان انت بتردعي ولكن بتردعي شخص كبير في العمر يعني شفت انك بتردعي شاب او شابة ولكن كبار في العمر بس مجهولين ايه معناها معناها مش محمودة لان ده معناها ان انت حتتعرضي لسرقة او نصب الفترة اللي جاية فبيكون تنبيه وتحذير ليك خاصة الناس اصحاب المال ده معناها انه في محاولات سرقة او نصب هتحصل الفترة اللي جاية طيب لو شفتي انه في حد معلوم ليك ولكن بيحاول الرضاع منك بالعافية يعني انت مش متقبلة ولكن ان هو بيحاول ده معنى انه الشخص ده هيحاول يحتال عليك او هيحاول انه يدبرلك مكيدة كده بغرض انه يسلب منك شيء فبتكون الرؤية تنبيه وتحذير ليك من الشخص ده نفسه طيب لو شفت ان انت بتردعي حد برضاقي مش غصب ولا شيء ولكن حد كبير مش طفل صغير ولا الكلام ده كله ولكن برضاقي وكان الشخص ده معلوم ليه هنا معناها ايه؟ هنا معناها انغلاق الدنيا على الاتنين اللي بتردع واللي تم رضاعته ده معنى انغلاق الدنيا انغلاق الدنيا بمعنى ايه؟ بمعنى دخول في شدة ودخول في فترة كرب على الاتنين دول طالما ان انت كنت بتردعي برضاقي وكان معلوم ليك فهو دخول الاتنين في كرب طيب بالنسبة للرجل لو شاف فيد الحليب يعني طبيعي الرجل انه ما عندهوش حليب في السادي لو شاف انه عنده ده معنى ايه؟ ده معنى انه فيه فيد رزق هيحصل عنده غير متوقع يعني الفترة اللي جاية فيه رزق عظيم حيتيسر ليه وده خلاف المتوقع بالنسبة له طيب لو امرأة مطلقة وشافت انه هي بتردع ولكن هنا كانت بتردع في بنوتة مش ولد هنا معنى ايه؟ تعرف على طول انه فيه بداية جديدة فيه مسئولية جديدة وحياة جديدة هي هتتحملها الفترة اللي جاية فبتكون محمودة ليها جدا طيب لو شافت انه هي بتردع فتاة ولكن مش بيبي مش في سن رضاعة هنا تبص بقى في حال المطلقة هل هي بتعمل؟ لان ده معناه انه فيه مكانة هتصل ليها او فيه منصب جديد هتحصل عليه الفترة اللي جاية فبتعود على نجاح بتعود على توفيق في ناحية عملها جزء بقى ان شخص كبير في العمر بيرضع منها برضاها او غصب عنها دي نفس تأويل المرأة المتزوجة اللي ذكرناه في الاول بالنسبة للبنت العزباء بتكون محمودة جدا ليه اولا بننظر في امرها هل هي بتدرس ولا لا لو بتدرس فده معناه انه نجاح وتفوق بس في مستقبل هي لسه هتكمله يعني مش بتعود على جزء بس انه الرضاعة انه هي تفوق العمدة لا هو تنبيه من انه فيه نجاح وفيه توفيق هي لسه هتحصل عليه من مستقبل مقبل يعني لسه فيه توفيق في الفترة المقبلة مش بتعود على الفترة الحالية فقط لا هي بتبشرها بانه هي دخل على نجاح وتوفيق فأمر هي فيه ومزال الاستمرارية فيه قائمة مش حاجة خاصة بالفترة الحالية فقط طيب لو البنت شافت انه هي بتردع ولكن هي لا هي بتدرس ولا شيء ده معنى ايه ده معنى ان هي هتتحمل مسئولية الفترة اللي جاية في ناحية زواج وزرية طيب لو البنت دي اصلا مخطوبة وشافت الرضاعة لو شافت الرضاعة لطفلة ده معنى ان فيه بشرة تانية هتجي لها ما لهاش علاقة هنا لا بالزواج ولا بالقصة دي طيب لو ارضعت صبي بالنسبة للبنت العذباء المخطوبة ده معنى تمام موضوع زواجها بخير الفترة اللي جاية بإذن الرحمن ونسأل ربنا انه هيقضى طيب لو بنت عذباء وشافت ان فيه لبن فيه صدرها ولكن بدون رضاعة ده معنى انه فيه خير عظيم جدا من ناحية الرزق بتحملوا ليها الفترة اللي جاية بإذن الرحمن فالرضاعة محمودة جدا 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 للعذباء بس برضو ما تشوفش ان هي بتقوم بالرضاعة لحد كبير في العمر او حد معلوم او الكلام ده كله فهي تكون محمودة ولكن اذا كان الرضاعة هنا لاطفال وكمان خاصة لو في سن الطفولة او في سن الرضاعة بمعنى صح يا ريت ما ننساش نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم